أعلن البنك الدولي أن ديون الدول النامية قد زادت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي لتصل إلى 9 ألاف مليار دولار في عام 2021. جاء ذلك في تقرير البنك الدولي السنوي حول الديون. في تقريره السنوي حول الديون أعلن البنك الدولي أن ديون الدول النامية زادت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي لتصل إلى 9 ألاف مليار دولار في عام 2021. ووفقا للمؤسسة الدولية فإن حوالي 60% من أفقر البلدان توشك على مواجهة أزمة ديون أو أنها تواجهها فعلا لا سيما في ظل انخفاض قيمة عملتها ومن الصعوبات الإضافية التي تواجهها أكثر البلدان فقرا أنها تنفق حاليا أكثر من 10% من دخلها السنوي من الصادرات لسداد ديونها وهو أعلى مستوى منذ بداية الألفية الثالثة وفي العام الحالي فإن البلدان التي يمكنها الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي عليها أن تسدد أكثر من 62 مليار دولار على أن يخصص سلس هذا المبلغ للصين مع تغير تركيبة دائن البلدان النامية بشكل كبير الديون كانت حتى فترة قصيرة وبشكل كبير بأيدي الدول الأعضاء في نادي باريس الذي يشترك فيه حوالي 20 دولة منها مجموعة السبع وروسيا بينما أصبحت الديون حاليا بشكل أساسي بأيدي القطاع الخاص وبنسبة 61% هذا ويؤدي تعدد الجهة الدائنة إلى زيادة التكاليف الاقتراضية للبلدان المعنية ويزيد من صعوبات إعادة هيكلة ديونها قبل أن تخرج عن السيطرة كما كان هو الحال مؤخرا في سريلانكا مع عواقب وخيمة في كثير من الأحيان على الدول المعنية وهناك مشكلة أخرى تتمثل بالمعلومات المتعلقة بالديون لا سيما بين الدول والتي غالبا ما تكون غير كاملة لغياب الشفافية وهو أحد أسباب وقوع الدول في أزمة كبيرة أعلن معهد البترولي الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير وقالت مصادر أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 6.4 مليون برميل الأسبوع الماضي وزادت مخزونات البنزين بنحو 5 ملايين و900 ألف برميل بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3 ملايين و600 ألف برميل التسعى العجز التجاري الأمريكي بشدة في أكتوبر حيث أثر طباط الطلب العالمي وقوة الدولار على الصادرات قالت وزارة التجارة بالولايات المتحدة أن العجز التجاري زاد بنسبة 5.4% ليصل إلى 78.2 مليار دولار العجز التجاري الأمريكي التسعى بشدة في أكتوبر حيث أثر تباطئ الطلب العالمي وقوة الدولار على الصادرات وزارة التجارة من جهتها أعلنت أن العجز التجاري زاد بنسبة 5.4% ليصل إلى 78.2 مليار دولار الصادرات الأمريكية هبطت كذلك بنسبة 7.10% مسجلة نحو 256.6 مليار دولار هذا وقد بلغت مكاسب الدولار في وقت ما هذا العام أكثر من 11% مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة مقارنة مع نهاية ديسمبر 2021 وذلك نتيجة لأسرع دورة لزيادة أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي منذ الثمانينيات في إطار مكافحته للتضخم وكان تراجع العجز التجاري أحد الأسباب الرئيسة وراء تعافي النمو الاقتصادي الأمريكي في ربع الثالث الاتساع الحاد في العجز في أكتوبر يشير إلى أن التجارة قد تضغط على الناتج المحلي الإجمالي في هذا الربع وعلى الرغم من ذلك فقد زادت الطلبيات الجديدة على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر وسط نمو كبير للطلب على المعدات والألات والأجهزة وغيرها من السلع وتعززت طلبيات معدات النقل من خلال زيادة الطلب على الطائرات العسكرية والمدنية كما زادت طلبيات السيارات واحد وسبعة من عشرة بالمئة تراجعت صادرات الصين ووارداتها في نوفمبر الماضي إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية 2020 في أجواء القيود الصحية التي أثرت على الاقتصاد وفقا لأرقام رسمية انخفضت الصادرات الصينية بنسبة ثمانية فاصل سبعة بالمئة خلال عام واحد حسب الجمارك الصينية وتشكل هذه النسبة أكبر انخفاض يسجل منذ بداية الوباء في فبراير 2020 عندما كان النشاط متوقفا في الصين من جهة أخرى أدى خطر ركود في الولايات المتحدة وأوروبا إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة إلى إضعاف الطلب على المنتجات الصينية تراجع مؤشر نيكاي الياباني لأدنى مستوى له في أربعة أسابيع وذلك مكتفيا بحركة بيع شهدتها أسهم التكنولوجيا في وولستريت لأن مكاسب أسهم قطاع السيارات تساعدت في الحد من الخسائر أغلق نيكاي على تراجع بنسبة 72 من مئة في المئة وقد ألقى هذا التراجع في أسعار النفط الخام بثقله على أسهم شركات الطاقة ما جعلها الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية على نيكاي بتراجع بنسبة وصلت إلى 1.29 من مئة بالمئة كما كان مؤشر التكنولوجيا من أكبر الخاسرين بهبوط وصل إلى 72 من مئة بالمئة وأنهى المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا التدولات على تراجع بنسبة 1 من 10 في المئة ترجمة نانسي قنقر